ما هو الآن تنافس بين سلاح الدولة وسلاح الفصائل؟ لا ليس هناك تنافس إذا أصبح سلاح الفصائل منافسة لسلاح الدولة أو معادية لها أو مضادة لها سيكون سلاحا غير شرعي كل هذه الفصائل أنا أؤكد لك أن كل هذه الفصائل هي تعمل على حفظ الدولة أحيانا تحدث اجتهادات خاطئة ولكن بالتأكيد الدولة بالنسبة لنا هي الخط الأول الذي أنا أسمح في تجاوزه ما دون الدولة هناك اختلافات بالآراء بالمواقف أحيانا نختلف أنا وأستاذ كريم في قضايا حساسة جدا من حقي أن أعبر عن رأيي وأنا أخذ موقف شريطة ألا يضر بأساس الدولة المهندس كان الخيمة التي ربطت كل القوى الوطنية وكان الخيمة التي تدافع عن الدولة وتحميها وطالما ما كرر أن قتالنا وتضحياتنا وشهداءنا وعطاءنا من أجل هذه الدولة ومن أجل الإفاظ عليها